سلام عليكم ازايكم من امبالح النهاردة كل الناس بتحاول تتصابق ازاي تحصل على قصة الكاملة للعملية اللي قام بيها الشهيد البطل محمود احمد حميد اللي اخترق الحدود السهيونية وقتل ثلاثة من الجيش السهيوني واصاب رابع فعملية كبيرة جدا وعفكرة العملية دي لها ابعاد فوق ما انت ممكن تتخيل اوعى تفتكر انها عملية صغيرة حتتقفل وتنسي لا 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 عملية كبيرة جدا داخل فيها ايران وفيها كمية تساؤلات جير طبيعية من ضمنها ايه؟ من ضمنها مثلا هو ازاي الجندي ده قدر يخترق السياج الحدودي اللي عاملها اسرائيل على طول الحدن مصري ازاي عارف يخش السياج ده؟ هل استخدم حاجة عارف يخترق نط مفوق السياج مثلا والعملية بالضبط ازاي عارف يخترق الحدود تاني حاجة ازاي الجنود الصهاينة ما شافوش المجندة المصري ده لاني خلي بالك المجند ده على حسب جريدة سهيونية اسمها تعمه في اسرائيل اخترق الحدود السهيونية على مسافة 5 كيلو متر 5 كيلو متر مش كيلو متر او اتنين او 5 كيلو متر فضل ماشي بس رابع حاجة والسؤال المهم يعني هو ازاي ادريقت التلاتة يعني الموضوع ده ازاي جندي واحد وعرفيك هو مش جندي جيش ده مجند في الشرطة ده مجند امن مركزي خلي بالك ان تدريب جنود الامن المركزي بيبقى اقل من تدريب جنود الجيش المصري ليه دي مش اساءة لجنود الامن المركزي ولا حاجة بس الشرطة عمتها بتتعامل مع مخاطر اقل من مخاطر اللي بتتعامل مع الجيش فازاي مجند امن مركزي يقتل ثلاث مجندين من الجيش السهيوني المفروض ان هو الاكثر تجهيزا واللي متضرب عند الامريكان على كل حاجة فازاي الموضوع ده اما السؤال الاهم والاكثر خطورة هو ليه وزير الدفاع السهيوني جالانت كلم وزير الدفاع المصري انما بنيمين نتنياهو اللي هو رئيس الوزراء السهيوني ما كلمش رئيس المصري عفتح السيسي ولا الرئيس المصري عفتح السيسي اتصل ببنيمين نتنياهو الموضوع ده غريب جدا ليه القادة ما كلموش بعد ليه وزير الدفاع هم اللي بيكلموا بعض موضوع خطير وموضوع غريب بس القصة هي قصة بطولية وقصة في منطقة الخطورة خاصة في تفاصيلها اللي كشف عنها الاعلام السهيوني النهاردة بس عشان اقولك التفاصيل دي كلها واجاوبك على تشاؤلات دي لازم اقولك القصة من الاول قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كانين اقولك ان احنا معنا راعي كوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة فانهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح ويمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم عليها ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك على طريق الصح بس المحتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بالعكس هتروح لشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة احسولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة يعني انت مش محتاج تقعد وقت كتير عشان تنشئ الشركة بتاعتك لو اعتمدت على ابشر هتساعدك بشكل سريع جدا وهتنشئلك الشركة بشكل احترافي وقانوني للغاية لأكتر من كده ان فيه مستثمرين كتير جدا اعتمدوا عليهم ومشاهير على فكرة قدروا ان هم يفتحوا شركاتهم هناك في دبي وعايشين وانا عرفهم شخصيا اعتمدوا على ابشر دي هسيب لحرارك الرابط بتاع شركة ابشر اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معي نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معناه النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعها الحقيقة الحادثة دي هي اول حادثة تحصل من عبد او من عشر سنوات ده مش كلامي ده كلام السيئنان بتقولك ان دي اول حادثة كبرى او اول حادثة كبرى تحصل على الحدود السهونية من عشر سنين والحادثة تفاصيلها مرعبة يعني قاعد تفتكي ان تفاصيلها زغيرة تفاصيلها مرعبة ليه بقى اولا النهاردة كل وسائل اعلام مختلفة او مختلط عليها الامر المصريين بقولوا حاجة والصهاينة بقولوا حاجة السلطات المصري بتقول ان المجند ده اضطر يخترق الحدود السهونية عشان يمنع عملية تهريب مخدرات كبرى كانت تقدر ب400 الف دولار وانما السلطات السهونية او الصهاينة يعني جايين يقولوا لأ ده ما كانش فيه عملية تهريب مخدرات ولا حاجة ده المجند ده اخترق الحدود السهونية عن عمد عشان يقتل المجندين السهينة فانهي رواية الصح يعني نصدق مين هنا انا حضطر ارجع لصحيفة السهونية اسمها Time of Israel Time of Israel بتقولك انها اتكلمت مع جنود سهينة وناس على اطلاع بالامر وكشفوا لها القصة بالتفصيل اللي حصل مبارح وياللي حصل بالزبط اول سؤال ازاي يعرف يخترق الحدود السهونية معاني فيه سياج امني اسرائيل شهدته من 2010-2013 السياج الامني ده تكلف 450 مليون دولار وعلى مسافة 250 كيلو متر ده اسرائيل مش تصرف على الفاضي ووقت تفتكر ان دي تكنولوجيا سهونية مثلا تكنولوجيا بيشرف عليها امريكان ومن احدث تكنولوجيا في العالم والموضوع ده مؤمن بالكامل والصهينة بنيين حاجة تأمنهم مش بنيين حاجة اي كلام فازاي مجند مصري يعرف يخترق السياج الامني ده هنا الاجابة طلعت من جيش الدفاع السهوني قالك المجند المصري اخترق السياج الامني عن طريق منفذ للطوارئ ايه منفذ طوارئ بص فيه حتة كده في السياج وهم منازلين سوريتها وانا عارضها لحضراتك فول سكريني يعني الحتة دي او بوابة الصغيرة دي نسميينه منفذ طوارئ المنفذ ده اولا مش محطوط عليه قفل شوفها دي مش محطوط عليه قفل ده مربوط بشريط ضغط هما مكادمين كده زيب تايب زيب تايب اللي هو شريط الضغط شريط لحام لازق انما مش مقفول بقفل خالر والحتة دي مفروض سرية في السياج الامني كله محدش بيعرف الحتة دي او البوابة الصغيرة دي غير الجيش المصري وجيش الصهيوني والبوابة دي بتتفتح فقط لعملات الطوارئ وبتتفتح بالتنزيق بين الجيش المصري والسهيوني ما بتبقاش معروفة لكل البشر خالر بتبقى معروفة لشخصيات معينة داخل الجيشات وذكرت معاريف في خبر نشرته اليوم ان المجند المصري مشى مسافة خمسة كيلومترات من موقعه في الاراضي المصرية في ظروف تضاريص صعبة للغاية حسب وصفها واضفت ان المجند خطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد نحو 150 مترا عن ممر الطوارئ في السياج ظهر كده من مجند وهو مجند أمن مركزي عرف يتوصل للفتحة دي ومداخل منها نصر طيب قطع شريط الضغط بايه؟ قطعه بسكينة كان معاه سكينة قطع بيها شريط الضغط مجند المصري لما دخل الحدود هنا مفاجأة هنا تفاجأ بكسة غريبة جدا هل في scal of Israel بتقول لك على فكرة كان فيه بالفعل عملية تهريب مخدرات بالليل ليه كمية مخدرات كبيرة جدا وكان الجيش السهوني يحاول يمنع عملية تهريب مخدرات دي ونجح بالفعل هو يمنعها فالرواية المصرية صادقة يعني مصر لما بتقول لك ان كان فيه عملية تهريب مخدرات اه كان فيه عملية تهريب مخدرات حقيقة البث الإسرائيلية قالت ان تبادل اطلاق النار على حدود مصر جرى بين قوات حرص الحدود ومهربين حاولوا اجتياز الحدود ونقلت صحيفة ويدعوت احرانوت عن مسؤولين في الجيش قولهم ان الامر يتعلق بحدث امني ووصف بغير العادي على الحدود المصرية بس انا شايف ان الرواية دي مش كاملة ليه لان مين قال ان الجندي كان داخل يمنع المهربين مين قال او مين قال ان الجندي بعد منفذ العملية رجع تاني انا بالنسبة لي رواية مش واضحة شوية بس ده اللي تستند عليه مصر تقولك الجندي اضطر ان هو يكتزي الحدود عشان يمنع عملية التهريد دي ماشي طيب ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل ان المجند راح لمكان اتنين مجندين صهاينة اللي هو المجند والمجندة اللي انا قلت الحلاك عليهم مبارح اللي هي الهان بن نون والمجند التاني اللي اتنين مجندين دول كانوا استلموا الشفت بتاعهم او النوبة بتاعتهم الساعة تسعة مساء واسمع القصة عشان دلق اليه تسعة مساء استلم الاتنين مجندين دول النوبة بتاعتهم والحقيقة كل حاجة كانت ماشي كويس لحد الساعة اتنين ونص وهنا الاختلاف عن رواية بتاعة امبارح اتنين ونص قائد الفرقة ارسل ليهم اشارة على الراديو قال لهم الوضع تمام قالوا له تمام خليه بالك امبارح طايمه في اسرائيل برضو قالت ايه قالت ان هو كلمهم ما ردوش عليه لأ هنا الجريدة بتقول لك اتكلمهم ردوا عليه قالوله تمام معنى كده ان الحد الساعة اتنين ونص المجند المصري او الشهيد المصري ما كانش قتل الاتنين صهاينة طب قتلهم امتى على حسب برضو رواية طايمة في اسرائيل ان هو قتلهم الساعة ستة الصبح يعني كان في نور ستة الصبح المجند قتل الاتنين صهاينة دول طيب هتيجي تقول لي طب هم عارفوا منين ان المجند قتل الاتنين صهاينة دول الساعة ستة الصبح او سبعة الصبح اقول لك ما تعرفش بقى هل حللوا المواقف ما تفهمش بس هو بيقولك ان عملية القتلة دي حصلت بين الساعة 6 والساعة 7 طيب لما حللوا المواقف لقوا ان الجنود الصهاينة الاثنين مضربوش رصاصة معنى كده ان الجندي المصري باغت الاثنين مجندين دول وقتلهم بمنتهى الاحترافية بس ما خدوش في يدهو غالوة قتلهم على طول وكان مفيش رد فعلا من ناحيتهم هم تصفوا يعني خلي بالك هو ظاهر كده صفاهم او ضربهم في مناطق قاتلة بحيث ان هم اتقتل عطور ما اصبهمش بس اصابات في رجلهم ولا لا 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 ده عطور قتلهم طيب لما قتلهم هل قتلهم من مسافة بعيدة يعني كان معابون دياق الناصة لا المجند المصري او الشهيد المصري ما كانش معابون دياق الناصة هو قتلهم من مسافة قريبة لما المجند المصري قام قتل الاثنين مجندين دول مش مسافة بعيدة جدا طيبه في اسرائيل بتصف الموقف ده وتقولك على فكرة المجند ده شكله مش اول مرة يختارك المنطقة كيف أطبق من processes يشكله على دراية بالمنطقة لظهر كان راهي حكاية عن منطقة وبيعد للعملية دي ظهر كده و بعدين المجند تكمله طريقه عادي والجيش الصهيوني ما عرفش اي حاجة ولا على دراية ان فياتنين مجندين تقتلوا ولا اي حاجة ولا ان في جندي داخل الحدود الاسرائيلية ولا اي حاجة فهنا السؤال الجيش الاسرائيلي اكتشف انت ان فياتنين مجندين تقتلوا قالك والله اكتشف لما النوبة بتاعت الاتنين مجندين دول خلصت ما هي بتبطيه الساعة 9 بتخلص الساعة 9 الصبح يعني اتنين مجندين الصهاينة دول بيستلموا الشفت بتاعهم الساعة 9 بالليل خلصوا 9 الصبح لما جرود التانين جم يستلموا الشفت بتاعهم ما لقوهمش لقوهم ميتين فهنا بلغوا لما بلغوا الكيادة أو كيادة الفرقة يعني إن فيه اتنين مجندين مقتلين كل الأزهان جت إن دي عملية من حمال فإيه اللي حصل الجيش الإسرائيلي طلع مصيارة هفكرة كل اللي بحكي يقولك ده مكتوب بالنص في الجريدة أنا بحكي لكش حاجة من دماغي يعني مش بقولك بسع تخيولي عامل إزاي أو تحليل الموقف خاص هم أول ما ببلغوا طلعوا مصيارة أو طيارة بدون طيارة طيارة بدون طيارة فضلت ماشي يتدور على أي تواجد لأي عناصر هم مش كون تخيلين واحد قتل اتنين فبيقولك بيدوروا على عناصر لحد ما مصيارة دي اكتشفت شخص لابس اسود خلف صخرة على مسافة قد إيه؟ على مسافة كيلو ونص من حدود المصرية يعني هو اكتزل سياج وفضل ماشي لما اكتشفت إن في صخرة طلع جنود الدعم وراحوا عشان يشتبكوا مع الراجل أو مع الشهيد يعني أول ما قربوا مسافة قريبة من المجند المجند فتح لقم النار وقتل مجند تالت بص إنبارح كانوا بيتكلموا إن ده زابط النهاردة بيتكلموا إن هو مجند يعني التالت ده مش زابط مجند فقتل مجند من قوات الدعم فالظاهر وده اللي ما تقلش يعني الظاهر قوة الدعم دي بعد ما مات فيهم عسكري تراجعوا وجات قوة دعم تالتة شوف كام عملية اشتباك دي ثلاث عملية اشتباك جات قوة تالتة عشان تشتبك مع المجند ده وأصيب منهم أصيب من القوة التالتة بتاعت الدعم دي أصيب منهم جندي بس إصابات طفيفة ومتوسطة وقتلوا الشهيد المصري بيدوروا في متعلقات الشهيد المصري يعزين يعرفوا يعني لقوا مصحف ولقوا ست خزاين زخيرة ولقوا البندقية بتاعته اللي هي كلاشنكوف وعرفوا إن هو مجند أمن مركزي مش مجند جيش يمشي بس معايا ده القصة لسه هتحلقه هو هتفتكن الموضوع هين لا 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 قصة هتحلقه لسه فالحقيقة إن الإعلام السيون الرسمي بيركز على حتة القرآن دي بس ما بيصطفدش في شرحها يعني بيقولك ده معا نسخة بالقرآن بس بي إيه حيس كده هم عاوزين يقولوا حاجة بس هم بيقوله هاش دايركت اللي بيقول دايركت هم كلاب الإعلام السهيون يهو إليكوهين بقى وإيه دكتور سامي ده ولا يوسف ولا اسمه إيه اللي عادلين على تويتر وبرضو هو أصلا سهيوني شكله اللي اتنين دول بيقولك والله أصداق دافع دين يعني أدن معاه مصحف يعني هو قاتل السهيوني بدافع دين هو أيا حد معاه مصحف يبقى بيقتل بدافع دين الموضوع غريب جدا بس هو عاوز يوصل لك إن هي إن الشهيد ده متطرف هو عاوز يوصل لك كده هو شهيد متطرف الحقيقة إن العملية كبيرة ليه إن إزاي مجند واحد أمن مركزي يقتل ثلاثة مجندين سهيوني ومصروف عليهم قد كده بتدربهم ده أول حاجة وإزاي بغيتهم وإزاي معهوش إمكانات كبيرة ويصفي تلاتة ويصيب رابعة من موضوع غريب فهنا جيش الدفاع السهيوني فتح تحقيق وعاوز أقول لك إن هو أسند عملية التحقيق ده لجنرال إسمه نمروت هو أسمه كده نمروت نمروت ده هو اللي بتولى عملية التحقيق الجيش السهيوني يقول لك إحنا فتحين التحقيق مع الجيش المصري يعني الجيش المصري برضو هيقول لنا إيه لي بيحصل وبينا تعاون مع بعض طب ليه الجيش السهوين بيفتح تحقيق مع الجيش المصري او الاتنين بيتعاونوا مع بعض يعني لسالة بسيط ان اسرائيل مش عاوزة قصة تبير اكتر من كده عاوزة تلمي موضوع الجيش المصري برضو عاوزة يلمي موضوع تحقيق مشترك بين الطرفين هذا التحقيق على الاغلب سيكون على المستويات العسكرية العليا كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الدفاع المصري مع نظيره الاسرائيلي يواف جلانت على اثر هذا الحادث وهذا ما اكد عليه رئيس البزراء الاسرائيلي الذي طالب بتحقيق جدي مع الجانب المصري هو قال بانه تم ايصال رسالة بهذا الشأن الى الجانب المصري يعني بقى لك الاعلام مصري كل الاعلام الرسمي يعني بيكلم بحضر حضر شديد ليه؟ خلي بقى لك عمليات زي دي اثرها كارثية يعني الصهاينة على اخره ليه؟ تاني دم الجنود دول راح هاضر يعني خلي بقى لك الجنود الصهاينة دول اللي اتقتلوا مالهمش دي حياخدوا دياتهم من مين؟ مالهمش دي راحهم دمهم راح بس هم فالصهاينة هلا اخرهم فالموضوع ده هو عتفتكر ان حد بيشجع عليه يعني انا ما بجيش اقولك روح يا باش امسك السلاح بتاعك روح يقتل الصهاينة مفيش حسمها كده مفيش عاقل يعمل كده ليه؟ لان دي سيادة دول يعني ايه سيادة دول؟ يعني في دولة الدولة اللي بيقودها القادة بتوعها ايا ان كانت الدولة الدولة هي اللي بتحكم في مصرها انما عمليات زي دي لا احنا خرجنا من جيش منظم ياخد قراره امتى وما ياخدش قراره امتى لعمليات فردية وهرجانة اي جند يمسك سلاح ويروح يختارك الحدود لا قعد تفتكر دي حاجة حد بيشجع عليها بس عالجانب الاخر اللي انت لازم توقف عنده انا دي بتكشف مشاعر الجنود المصريين ايه تجاه الصهاينة المشاعر الحقيقية بتاعتنا احنا كمصر ومصريين ايه تجاه الصهاينة ايه تجاه الصهاينة يا دي انت شايف وخلي بالك الاعلام المصري على عينه ان هو يفتخر بالجنود المصري ده ان هو عمل كده بس ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نطلع ده في الاعلام الرسمي بس احنا كيوتيوبر نفتخر ده بطل مجنن الامن مركزي قتل تلاته ده بطل بس بس يجب الالتزام بقانون الدول ويجب الالتزام بسيادة بلدك ما ينفعش عمليات زي كده تحصل عمال على بطال في الاخر هو بيتم التحجيم انها عملية فردية لصالح الكل يعني في الاخر العملية دي بيتم تحجيمها انها عمل فردي لصالح الكل ده حاجة حاجة التانية معلش انا هخرج بس برا الموضوع شوية فين الناس اللي كان بتقوله على الجيش المصري جيش الماكرونا وجيش الجنبري وجيش الاي كلام فين الناس كان بتقول علينا كده يا باشا تحنا مجند امن مركزي قتل ثلاث جنود صهاينة مصروفة على تدريبهم قد كده الراجل قتلهم بسلحة تلاشين كوف على فكرة السلاح اللي مع الجندي مصري او مجند بتاع الامن المركزي ده اقال من السلاح اللي مع الجنود الصهاينة وقتلهم واشتبك مع ثلاث قوات يعني اتنين جنود صهاينة قوات دعم وقوة تلتة اشتبك معهم اللي عاوز اقولك ان هما طلبوا صلاحة طيران يعني جيش الاسرائيلي طلب صلاحة طيران عشان مجند ففين بقى الناس اللي طلعت علينا جيش الكفتة والمكارونا وقائد سلاح الجنبري والتريقة اللي كان بتقال علينا اقولك هما فين هو معتز مطر مثلا صاحب اول دعوة ان جيش المصري ده جيش المكارونا والكفتة عاوزك تسمع هو بيقول ايه عالجيش المصري عشان برضه تحط في بقى كده المطريد اللي قاعدين برا رأيهم ايه في عملية زي كده هل هل هم شايفين ان دي عملية تعبر عن مشاعر المصريين ولا دي عملية يجب يجب ان احنا نحط فيها نظرية المؤامرة زي ايه مثلا زيه محركة تسمع كده بصلاح تقول السفزاز اسرائيل ليه السفزاز اسرائيل عشان اسرائيل تخش سينة شوية لدعم السيسي ايه الكلام الهاب اللي انت بتقوله ده يا عم خد مني زي ما اخدت مني زمان وللأسف كلامي كله طوله صح فاسرائيل تخش سينة لانقاذ السيسي تنقذه ازاي لا صوت يعلو فوق صوت المعركة احنا نحرر بلادنا بقى لا تكلمني على رغيف ولا على اقتصاد ولا اي حاجة احنا عندنا نحرر بلادنا واسرائيل تحت حجة انها بتحمي امنها لان في بعض العبث جالها من مصر تنفي شنك على من هنا على صاروخين مضربين من هنا وبتاع اسرائيل تضطر تتحرك وتخش سينة ايه رأيك؟ رمت الاعلام ورمت اليوتيوبر اللي اسمه معتز مطر بص انا بكرهه عن مستوى الشخصي يعني قاعد تفتكر ان انا مثلا بحبه وبعجب به اخا انا على المستوى الشخصي انا بكرهه بكرهه جدا لما الراجل ده يحاول يسويلك ان المجند المصري او الشهيد البطل المصري ان النظام هو اللي بعته عشان ينقذ نفسه من السقوط ايه رأيك في حاجة زي كده؟ ايه رأيك في واحد اسمه معتز مطر بيقول عليه ان هو كان شغال مع النظام والنظام قال له روح ما هو اصل ده كلامه انا ما سمعتكش حاجة انا بقولها هو اللي بيقولها يقولك اصلا المجند بيشتغل عند النظام عشان يعمل عملية كده النظام يبان ان هو ايه ماينفعش يقعه ويقلق اسرائيل فالمجند ده شغال عند النظام او يعني الحكوم المصري يعني وهو عمل العملية دي مش بدفع شخصي عشان يحاول ينقذ السيسي مثلا ايه رأيك ايهانة شهيد ايهانة شهيد ده اللي انتو بتفرجوا عليه ده اللي انت بتروح تسمعه بالليل ويقولك والله ده نظرية المؤامرة ده بص بقى السيسي بيعمل ايه وبص الحكومة بتعمل ايه بيهين الشهيد بتاعك وبيصفوه ان هو بيقوم بعملية مش عشان اقتناعه مثلا او قناعه مثلا لا لا ده عشان ينقذ الحكوم السقوط سؤال شفت وساخه اكتر من كده شفت وساخه موت اكتر من كده انا مشوفتش نرجع للموضوع معلش انا بخلتك في كذا حاجه ايه نرجع للموضوع لازم تعرف ان العملية دي اثرت على هيبة اسرائيل لدرجة ان اسرائيل نهاردة دفعت بكتيبة جديدة مع الكتيبة الموجودة لحماية الحدود المصرية دفعت بكتيبتين بدلا من كانت كتيبة واحدة تاني حاجة حيرجعوا على استياج الحدودي بشكل كبير رابع حاجة لازم تعرف ان مسؤولين مصريين زاروا موقع الحادث النهاردة داخل الحدود السهيونية واططلعوا على الوضع ايه والصهاينة شرحوا لهم القصة حصلت ازاي وكلام ده كله والجانب المصري شاف كل حاجة اسرائيل مش على استعداد لحاجة زي كده ليه لان دي اهانة لجيشها بدرجة ان اتمار بن جفير اللي هو وزير الامن الداخلي السهيوني وصف الشهيد المصري ان هو حقير قال اقدر حقير ليه عشان المه قال لي بالك المه العملية الانبيئية الشهيد المصري ده المت اسرائيل لانها طعنة وانت ضربتها في اسرائيل كان هناك اتمار بن جفير وزير الامن القومي وصف الشرطي المصري بانه حقير قاتل حقير اما السؤال المطروح دلوقتي ليه السيسي او الرئيس المصري ما كلمش بن يمينة تانيهه ليه بن يمينة تانيهه ما كلمش الرئيس المصري ان الرئيس المصري من ساعة ما جيه بن يمينة تانيهه وفي بينهم مشاكل فولاية بن يمينة تانيهه لان نتانيههه لما جيه اول ما موسك الحجر رئيس المصري هفتح السياسي كلمه وهناه ان هو جي رئيس وزر وانه ما تخليش اتمار بن جفير الحقير لهو اتمار بن جفير بقى هو الحقير المتطرف قاله ما تخلهوش يخترق المسجد الاقصر بن يمينة تانيهه قاله حاضر لأ لأ انا مش هخلي اتمار بن جفير يخترك المسجد الاش區 ثاني يوم بعد وعد نتانيهه الرئيس المصري اتمر بن جفير اختارك في مسجد الأقصى ما يعني ان بن يمين نتنياهو كان قاصد ان هو ميعملش اعتبار للرئيس المصري مثلا يعني فمن ساعات هالتنين بيكلموش بعض لا الرئيس المصري عفا تحسيسي بيكلم نتنياهو ولا نتنياهو بيكلم رئيس المصري عفا تحسيسي برغم ان في اخر توصد عاز اقولك ان نتنياهو شاكر الحكوم المصري هذا وافادت قناة القاهرة الاخبارية بان مستشار الامن القومي الاسرائيلي قدم وبتوجيه من رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الشكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة اعرب عن تقدير اسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل الى وقف اطلاق النار بس في الاخر اللي اتنين مش على تواصل العلاقات بينهم مش قد كده اتنين مش طاقين بعض ما تعرفش بن يمين تانياهو مش طاقين الرئيس المصري ليه عفتاح السيسي بس الاتنين مش طاقين بعض لازم تبع عارف كده حاجة تانية لازم تفهمها ان انا بس عاوز ارد على الدعوات اللي كانت طلعة من اخواتنا العرب اللي كان بيقولك ان مصريين دول خانينين بس احنا روحنا عملنا معاهدة سلام مع الصهاينة وبعنا القضايا فلسطينية اكتر دولة دفعت تمن القضايا فلسطينية يا مصر بالدم فيش دولة عربية دفعت تمن القضايا فلسطينية قدنا كمصريين ده حاجة تاني حاجة العملية دي ذكرت العرب كلهم قد ايه احنا مصريين قلبنا على العروبة وقد ايه احنا من ارجل الشعوب غصب على عين اي حد يطلع يشكك فينا بس تالت حاجة احنا خدنا تلت حروب عشان فلسطينية فلما واحد عربي يجي لك والله اصل مصر دي خاينة اصل مصر دي بتطبع مع الصهاينة طيب رئيس السادات الله ارحمه هو كان صاحب نظرة فاقبة وتاني حرجع اقولك الكلمة اللي انا قلتها انبقى لها كم دولة ليها اراضي محتلة عند الكيانة الصهيوني استرجعت اراضيها بعد عملية السلام معا كم دولة فلازم تبقى عارف ان انت شعب راجل واحنا رجالة ومشاعرنا بتوضح في العمليات دي بس ما تشجعش عليها تاني في سيادة دولة في قانون في دولة وفي قرار بينبع من دولة ماينفعش قرارات شخصية ماينفعش تاخد سلاحك كده وتطلع تقتل صهاينة مافيش كامل وارب بنصل مصر بنصل العرب تحيا مصر تلعب موسيقى 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 يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين